بعد نحو عقدين على إلغائه، يطرح اليوم جديد في العراق مشروع قانون التجهيد الجباري على أجندة البرلمان الحالي وسط علامات استفهام كثيرة من الإصرار عليه من قبل أطراف بعينها ولسيما بعد إلغائه في أذار من عام 2003 من قبل رئيس سلطة الاحتلال بولي بريمر القانون الذي كانت حكومة الكاظم أقرت مجروعه في آب من عام 2021 وقفت أمامه تحديات كثيرة حالت دون تطبيقه ومنها تظاهرات ثورة تشرين وانتشار وباء كورونا ليطرح اليوم من قبل حكومة السوداني ولسيما من قوى الإطار التنسيقي مراقبون رأوا أن قانون الخدمة الإلزامية سيتحول من خدمة للعالم إلى دورة تدريب لضم الشباب للميليشيات المسلحة مشيرين إلى أن القانون سيتيح للميليشيات من ضمنها ميليشيا الحجد بالحصول على نسبة من هؤلاء المكلفين ضمن صفوفها أما خبراء الاقتصاد من جانبهم فقد أشاروا إلى أن قانون الخدمة الإلزامية سيشكل بابا من أبواب الفساد وسيضيف عبءا إضافيا على الموازنة العامة بسبب التكلفة المالية التي تقدر بملياري دولار سنويا هذا فضلا عن التكلفة المالية للمعدات والتجهيزات اللازمة لتطبيق هذا القانون تقف أمام قانون الخدمة الإلزامية أهمها عدم تطبيقه على الجميع والأسيم هو أن سلطة الدولة غير مبسوطة على جميع مناطق البلاد فضلا عن تهرب أبناء المسؤولين من خدمة العلم وسط التأكيد ناشطين من أن العراق لا يحتاج إلى مزيد من القوات المسلحة لما فيه من التشكيلات الأمنية العديدة قانون التجنيد الإلزامي والذي وجد لتعزيز مشاعر الانتماء الوطني وتوحيد الشباب العراقي بعيدا عن عناصر الاختلاف يطرح اليوم في البرلمان الحالي وسط انقسامات برلمانية بشأنه ومخاوف من تحول القانون من خدمة للعلم إلى باب من أبواب الفساد الحكومي اشتركوا في القناة